ترجمة نانسي قنقر تتجه الأنظار وتشرائب الأعناق نحو جامعة الدول العربية في القاهرة للتعرف على المكرمين بجائزة البذل والعطاء هؤلاء العرب الذين شقوا طريقهم في غرس الأمل على موعد لمصافحة من حملت الجائزة اسمه ومن غرست في داخله ثقافة البذل والعطاء والعمل التطوعي والإنساني منذ نعومة أظافره إنه سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العرب حملت منذ نشأتها أهدافا إنسانية نبيلة وتبوأت مكانة مرموقة عربيا بعد أن كانت تقتصر على الوسط التطوعي المحلي هذه الجائزة تنظمها سنويا جمعية الكلمة الطيبة البحرينية وقد باتت تمثل أهم جوائز العمل التطوعي على المستويين المحلي والدولي نظرا لما تحظاه من رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ عيسى بن علي ونظرا لما تقدمه من دعم وتشجيع لأوساط العمل التطوعي العربية على مستوى الأفراد والمؤسسات اللجنة المنظمة للجائزة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وضعت جميع استعداداتها للنسخة السابعة وتنعقد فعالياتها في الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من سبتمبر الجاري بالتزامن مع اليوم العربي للعمل التطوعي ومحتضان الجامعة العربية للنسخة الجديدة إلا دليل على أن الجائزة تجاوزت محيطها المحلي ووصل صداها إلى المحيط الإقليمي والدولي وتقديرا منها للدول الريادي لمملكة البحرين في دعم العمل التطوعي على مختلف المستويات لجنة تحكيمية عربية عالية المستوى هي من تقوم بقبول الترشيحات ويتم اختيار المكرمين بناء على شروط ومعايير محددة غير أنها تضع نصب عينها دائما المشاريع والشخصيات التطوعية الأكثر إبداعا وابتكارا وإلهاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر